افتتاح السوق السعودي اليوم الثلاثاء وهو كما نشاهد عند 8155 نقطة مرتفعا ومتحسن المزاج بحوالي 17 نقطة وبحوالي أكثر من العشرين تقريبا في المئة هذا اليوم في ثالث جلسة هذا الأسبوع هو اليوم الذي ننتظر فيه وجميع المتداولين بالسوق السعودي دخول سيولة أجنبية تعتبر ضخمة بالتزامن طبعا مع انضمام شركة أرامكو السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI وتمديد أيضا فترة المزاد اليوم بحوالي 20 دقيقة وزن أرامكو كما ذكرنا قبل قليل مشاهدين الكرام في هذا المؤشر سيكون بحوالي ربعة في المئة وأيضا من مؤشر السوق السعودي بشكل عام بحوالي 6% إذن عند الحديث أكثر عن مؤشر الأسواق الناشئة كما ذكرنا الذي سينضم في المراحل الأخيرة هذا اليوم MSCI يبلغ عدد الشركات في حوالي 1259 شركة من 26 دولة قيمة السوقية تتجاوز التريليون دولار